أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا تتوفر لدى بلاده أي أدلة تثبت وقوع الأسلحة التي غنمتها الطالبان عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أيدي جماعات مسلحة أخرى قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية نيجري جيفري أونياما في أبوجا لا يتوفر لدينا أي دليل على أن الأسلحة التي تم توفيرها في البداية لقوات الأمن الأفغانية على مدى عشرين عاما ثم انتهى بها المطاف في أيدي طالبان تم تسليمها لجماعات مسلحة أخرى وأضاف أكبر جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان هي تنظيم الدولة عدو طالبان اللدود في خراسان أعتقد أن تصريحات بلينكن جاءت ردا على تصريحات ترامب الأخيرة التي علق فيها على العرض العسكرية الذي نظمته طالبان منذ أيام معتبرا ذلك أمرا حزينا عندما تم العرض بمليارات الدولارات الأمريكية وأعتقد أن ذلك أيضا يعد اعترافا ضمنيا من الولايات المتحدة الأمريكية أن طالبان ليست حركة إرهابية ترجمة نانسي قنقر